السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال بتعودنا في كل حلقة من حلقات برنامج صالون الصحة والجمال بنقش موضوع بيهم المجتمع المصري خاصة مجتمعنا المصري المليء بالمشاكل ولكن إحنا في مجتمعنا بنحاول نشوف المشكلة بنحاول نشوف أسباب علاجها بنحاول نشوف إيه الأسباب الرئاسية اللي بتأدي لهذه المشكلة وإزاي المشكلة دي بنشوف ليها أو بنوجد ليها طرق العلاج حتى تختفي هذه الظاهرة من مجتمعنا من أهم المشاكل اللي بتصادفنا في مجتمعنا مشكلة الخيانة الخيانة ليها مفهوم عام وليها مفهوم خاص الخيانة ممكن تكون خيانة الوطن خيانة الأمانة خيانة الزوج للزوجته خيانة الزوجة للزوج كل أنواع الخيانة إن شاء الله حيكون هو محور اهتمامنا النهاردة ومحور كلامنا في هذه الحلقة بيشرفني أن يكون معي دكتور شريف العماري باحث في شؤون الأسرة أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا سيداني وبيشرفني يا عزيزي المشاهدين بيكون معنا الإعلامية نهال علام أهلا بيك يا نهال أهلا بيك يا هالي كل السلام حضركم طائمين وانت طائمين وانت بخير وصح وسلام هبتدي بيك يا دكتور وأقول لك كل واحد مننا الله سبحانه وتعالى أعطى الأمانة أعرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وكان الإنسان ظنوم جهول نعم إذن هناك أمانة وهناك خيانة للأمانة نعم أصبح الإنسان بني آدم بيخون تلك الأمانة نعم في أسباب رئيسية لهذه الخيانة وبعد الخيانة دي الأسباب العامة والرئيسية بنتفرع لفروع أخرى من الخيانة دي اللي حنخش بقى في الدهليز ونتكلم عنها إن شاء الله تقول لي مفهوم الخيانة المفهوم العام للخيانة أو تعريف الخيانة هو إيه نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحية لحضرتك والدفتك الكريم بارك الله فيكم ولجمهورك الكبير الله يكرم وربنا ينفع برنامجك إن شاء الله أمين وطبع موضوع الخيانة موضوع مهم ولابد إن إحنا دايما نتعهده من وقت الآخر نقذ الهمم ونلفت النظر الناس لمكرم الأخلاق اللي حساها علينا الشرع الحنيف وحساها علينا برضو مجتمعنا وتقاليده الطيب والمجتمع العربي الطيب الخيانة ضد الوفاء يعني مفهوم الخيانة عموما وإحنا طبعا عشان إحنا عرب فدايما بنرد معنى الاستلاحي للغة الأول يعني بدل بنخش في دهليز زي ما حضرتك قلت قبل ما نخش في دهليز معنى الخيانة بنشوف معنىها اللغوي هي نقض العهد وترك الوفاء الخيانة ضد الوفاء من تعريف اللغوي إحنا كده بنعرف يعني فحوى معنى الخيانة أما يكون الخيانة ضد الوفاء إذن الخيانة أمر مستقبح لأن الوفاء أمر مستحسن طيب كذلك نقض العهود والوفاء بالعهود من القيم ومن الأخلاق ومن الدين فنقض العهد ضد ذلك فالخيانة هي نقض العهد وترك الوفاء أمر مستقبح طيب الخيانة ليست مرتبطة بزوجين فقط وإنما الخيانة دايما بيكون لها طرفين لأن العهد ما بيكونش مع طرف واحد حضريك قلت الأمانة اللي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحان الله طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى فضل الإنسان على الملائكة فضلوا عشان العهد ده الملائكة منزوعة الشهوات لا يعصونا اللهم بأمرهم ويفعلونا ما يؤمرون وإحنا عشان المفروض نؤمن بالملائكة بأمر غير مرئي وغيبي المفروض برضو نعرف يعني إيه صفات الملائكة الناس ما تعرفهاش الملائكة لا تتزوج الملائكة ملهاش سن هي ثابتة من ساعة ما ربنا خلقها لا تأكل ولا تشرب ولا بتعيش حياتنا ما عندهاش ساعة قالت تعبلي بتعرف بنا بس فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وحمله الأمانة اللي هي إيه بقى إنه عنده شهوات تدفعه للشر لكن هو بيقومها مقابل كده يا ملائكة اسجدوا لآدم فإن كنت مستحق لسجود الملائكة لك اللي هي حاجة مطهرة فأنت تحافظ أولا على إيه على الأمانة حفاظك على الأمانة يجعلك تترك الخيانة وتحفظ العهود ولا تنقض العهود وتوفي بالوعود الوفاء والحفاظ على العهود إذن هاخد من كلام حضرتك المفهوم العام للخيانة هو نعم نقض العهود وترك الوفاء ترك الوفاء ونقض العهود هي دي الخيانة تمام ده التعريف العام للخيانة هروح للأستاذ النهال وارروح لحضرتك داني أستاذ النهال سميانة من دكتور شريف العماري الخيانة هي نقض العهود وترك الوفاء أنواع الخيانة كتيرة جدا منها خيانة الوطن منها خيانة الأمانة منها خيانة الزوجين شايفة أي نوع من تلك الخيانة هو أصبح شائع في مجتمعنا المصري أكثر الخيانات إشاعة في المجتمع المصري أو أكثر الخيانات هي اللي موجودة دلوقتي على الساحة هي الخيانة أي نوع من أنواع الخيانة في الاول يهاني طبعا بحييك وسعيدة ان انا موجودة هنا معي وموجودة مع جمهورك الجميل ربيني خليك اه واصعب انواع الخيانة واكترها انتشارا هي خيانة المسئولية خيانة المسئولية دي هي اللي احنا يمكن كلنا بنعاني منها النهاردة لو كل واحد عرف اللي ليه واللي عليه طبعا بحيي دكتور شريف جدا على تعريفه في الصميم يعني في اصابت اصابت العقيقة الحقيقة فهو ده تعريف اللي في اعلان فالنهاردة لو كل واحد كان على قد المسئولية اللي هو شايلها قد بس شلته ان احنا اصدقاء انا حوفي بعهود الصداقة لان هي بس من الزوجين ومش بس وطن ومش بس يعني لا ده انت ممكن تخون شغلك انت ممكن تخون ولادك لما ما تشيلش مسئوليتهم ممكن تخون الصداقة لما ما تشيلش مسئوليتها ممكن تخون الزرع اللي في بيتك لما ما تسقيهاش تجيبها وتحطها وما ترعيهاش يبقى انت خونتها لانك انت لما خدتها كنت مفروض ان انت ترعيها وانت ما رعتهاش لما تقوم الصبح وتروح شغلك تكبر دماغك لما تمشي في الشارع وما تحترمش قواعد المرور وما تحترمش الاشارة والضايق غيرك يبقى انت هنا انت محترمتش الشارع اللي انت ماشي فيه الخيانة هي فعل احنا بنحس ان هو جرم فظيع وكلنا اكبر منه كتير بينما احنا بنمرسه واحنا يعني بمنتهى الارحية واحنا شايفين ان احنا ابعد ما نكون عن الخيانة لكن في كل خطواتنا هي الخيانة الخيانة هي فعلا الكلمة العكسها الوفاء والمراضف لكلمة الوفاء الوفاء يعني مسئولية يعني انا عندي مسئولية طالما احنا اشخاص او اشياء او في حياة بعض كل حاجة في حياتك هي بتلقي عليك مسئولية لو انت مش قد مسئولية الحاجة دي يبقى انت بتخونها احنا عندنا ازمة في التربية عندنا مشكلة في التربية انك انت بتتعامل مع كل الحاجات في الدنيا حتى مع النعم اللي ربنا من عليها بيك الصحة لو انت ما راعتهاش خيانة للامان اللي ربنا ادهيلك لو ما راعتش سمعك وبصرك وما راعتش كل حاجة ربنا مديهيلك من نعم يبقى انت خيان خيان للامان اللي ربنا ادهيلك احنا بناخد كل حاجة في حياتنا على أنها يعني بص مضمونة دي حقي لكن ما بندورش على حق الحاجة على نقي حق نعمة النظر حق نعمة السماء حق نعمة الصداقة حق نعمة الزواج حق نعمة الأبناء حق نعمة الشغل اللي أنا فيه الحمد لله أنا بقوم الصبح وبنزل وبروح شغلي حتى لو أنا مش بقدي يعني مش هو ده كان أحسن حاجة وكان أحسن طموح بس أنا الحمد لله أفضل من غيري قادر أتحرك وقدر أدخل فلوس إلى أن أنتقي إلى نقطة تانية حق الشارع اللي موجود فيه أماكن ما فيه الشوارع فيه حيطة ما فيهاش بيوت فيه حيطة ما فيهاش الحاجات النعمة اللي مدينة هنا فأنا لو أنا من وإحنا صغيرين اترابينا على فكرة المسئولية وإن عشان أكون أنا بعيدة عن الخيانة أنا أكون متحملة المسئولية أعتقد الأمور هاتفقي فيها إذن أنت يا نهال حطيتي إطار للخيانة وغلفت الخيانة في عدم المسئولية دكتور شريف كان حط لها إطار وأنت حطيتي إطار آخر عدم المسئولية طب هروح لدكتور شريف وأقول لها دكتور شريف فعلا غياب المسئولية بيقدي إلى شيوع الخيانة أكيد زي ما قالت النهال إذن كل واحد مننا مسئول نعم يعني أنت ممكن أنا ممكن أخون نفسي لو مكنتش مسئول عن نفسي إذن دي خيانة نعم خيانة في أن أنت بتخون وطنك خلينا للخيانة الأكبر وهي خيانة الوطن نعم كل واحد مننا على هذه الأرض هو مسئول عن هذه الأرض ومسئول عن وطنه مهما كنت كبير صغير أنت مسئول في الجزء بتاعك أنت مسئول عن الوطن لو تخليت عن هذا الجزء فأنت خائن لوطنك نشوف الإسلام في العهد القديم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي كانوا الصحابة بيحافظوا على وطنهم وما بيخنوش وطنهم نشوف الأمثلة القديمة كانت إزاي عشان نتعلم ونعلم الأجيال الجديدة أن الوطن دوت إزاي أن أنا حافظ عليه وما خنش الوطن بتاعي أنا طبعا حقيقة جزاق الله خير بس أنا عايز أقول في البداية مين هو الإنسان اللي تحمل الأمانة إحنا طبعا بنقول المنشتات العريضة لهذا الأمر وهي طبعا شعارات سامية لكن لازم الإنسان يبقى فاهم أنه هو مجرد ما بقى مكلف يعني عاقل وبالغ أول حاجة لابد أنه يستخدم فيها موضوع الأمانة وأنه هو يحاول يتجنب أن يخون طيب الخيانة بتمر بمراحل أول خيانة بتكون خيانة ربنا سبحانه وتعالى إنه هو الأمانة الأمانة النعم زي ما تطرقت الأستاذة النعم الصحة والعافية والبصر والمال وحب الناس والستر دي كلها نعم فإذا استخدمتها في أمر غير أخلاقي فإنت كاي بتخون الأمانة اللي ربنا أعطاك إنه هو الربنا اللي أعطاك هذه النعم طيب الوطن حضرتك طبعا قلقت الدوع لي ما ينفعش إن أنا أتجوزه الوطن بلدك لي عليك حق والوطن ده أمر قدري مش أمر اختياري في الأحكام الشرعية فيه أمور تكلفية وفيه أمور قدرية يعني الأب والأم قدر مش تكلفية هو ما بتختارهمش الإخوات كذلك كذلك بلدك اللي تولدت فيها ده قدر ربنا سبحانه وتعالى بيجعلك لابد أنك تستخذ الانتمائك لبلدك طيب وانتمائك لدينك المثال بقى لحضرك طلبه اللي حضر حضر بمثال واحد طبعا مثال كتير مثال سيدنا علي بن أبي طالب جميل إزاي كان وافي لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإزاي نام مكانه وهو يعلم إنه ممكن يموت في سبيل إن دولة الإسلام تقام وهو الرسول كان مهاجر أي وهيقين دولة الإسلام يا عليه تعالى نام مكانه كل بساطة اختار الشهادة قبل ما يستشهد وما يستشهدش طبعا ربنا أن جاء لأنهم عرفوا إنه هو سيدنا علي وكذا بس استغربوا إزاي النبي خرج من وسطهم وأعطاهم إشارة طبعا وضع الطراب على رؤوسهم يعني خرجت وشفتك وإنتوا ما شفتونيش عشان ما يقولوش ده كام ما كانش موجود أصلا فهنا نتعلم من سيدنا عليه الأمانة والتضحية بالنفس من أجل إقامة دولة تحافظ على النفس والمال والعرض الكلام ده لازم كبير وصغير يكون فهمه إن رب ناشئ عليه والكبار لابد أن هم يستيقظوا ليه بقى؟ لأن إذا فرت في الأمانة الكبرى لها أمانة الدين وأمانة الدولة الناس بتستغربت تفكروا أن دولة كده يعني سياسة ووطنية فقط لا 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 ده قدر بلدي مش حاسبها إلا إذا نفيت منها إنها مش حاسبها ودايما لو خرجت رجع لها لأن ربنا اللي اخترها لي ومهما لفيت أنت مصري كمصري يعني ومهما تجنست أصلك وعرقق الأصلي مصري مش أنت اللي اخترته مين؟ ربنا فطالما ربنا اختاره أصبحت أمانة تمام اختيار الله القدري الذي ليس لك تدخل فيه أنا ممكن أختار البدلة ممكن أختار لقاء مع حضرتك ده اختيار شرعي إنما القدر إن أنت تولدت في بلد معاناة لابد أنك تحافظ عليها وخيانتك ليها خيانة لله وخيانة للمبادئ الإنسانية اللي هو الإنسان الأول تحمله السماوات والأرض والجبال قالوا لا يا رب إحنا مش قد الأمانة دي تقل علينا لكن الإنسان تحمله وإنت وارثتك لابد تكون قدها تمام دكتور بيحضرني برضو يعني هل لأفضل مثال للأمانة وهو مثال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عندما كاد أن يهاجر خلاص ماشي وحيهاجر من مكة إلى المدينة ومقود عليه الأمانات بتاعت كفار كوريش كلها نعم كان ممكن لو واحد تاني بقى بنقول لو واحد تاني الأمانات دي كلها اللي عنده يفر بيها أو يهرب بيها سبحانه الله ولكن حبينا نشوف الرسول حبي ورينا مثال ونموذج للأمانة وإزاي أنه هو حافظ على أمانات هؤلاء الكفار نعم اللي هم عزبوه عزبوه قومه عزبوه الصحابة بإن علي رضي الله عنه يبقى هو المتكفل بإن يرد بهذه الأمانات إلى أهله سبحانه الله فهذا المثال هو مثال نموذج نعم للأمانة لابد أن نحتزي به في العالم كله يعني طب شوف بقى بتأدية الرسول للأمانة وسيدنا علي أنه أخذ منه الوكالة بتأدية الأمانات ده أمر شرعي لأن الرسول أخلاقه وتربيته ودينه يدعوه لحفاظ الأمانات حتى لو من غير دينه يعني من غير المسلمين طيب هذه واحدة شوف بقى قدر ربنا سبحانه وتعالى قبل بعثة الإسلام كان يلقى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالأمين بالأمين وفي رواية صديق الأمين فتخيل يعني إحنا وغدين الأمانة من قبل البعثة من أخلاق سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمانة الدين أمانة الوطن الذي خطير لك من قبل الله ثم بعد ذلك الأمانات في المعاملات الحياتية اللي حضرتك إن شاء الله فتصرق لي نهال حروح لك وأشوف فيه نوع من أنواع الخيانة الخيانة الإلكترونية بقى خلينا نتكلم عشان الناس تبقى عارفة إحنا بنتكلم في إيه ولازم منحطش رأسنا في الرمل إحنا لازم نتكلم ونتكلم في الموضوع الشائكة اللي ممكن الناس تبقى مكسوفة تتكلم فيها وحنتناولها إزاي نشوف المشكلة وإزاي نحلها الخيانة الإلكترونية والنت والإنترنت والفيسبوك ده كان سبب من أسباب شيوع الخيانة وشيوع الخيانة بين الرجل والمرأة الرجل بيدور على واحدة تانية في العالم الافتراضي والمرأة بتبص الرجل تاني في العالم الافتراضي بتكون مفتقدة لبعض الحنان لبعض الكلمات لبعض الاهتمام بتلاقيه مع إنسان تاني وبرضو نفس الحكاية الرجل مفتقد لبعض الحاجات وبعض الأشياء اللي هو محتاجها بيلاقيها مع إنسان أخر تفسريلي بإيه الخيانة الإلكترونية وإزاي انتشرت وإزاي كانت سبب في هدم بيوت كبيرة جدا وأسر كثيرة جدا خلينا ناخد من المظلة الأشمل وهي إن الخيانة الإلكترونية مش هدمة بيوت دي هدمة وطن استغلت المناصر الإلكترونية إن إحنا في وقت من الأوقات نخرب في الوطن عارف ليه؟ لغياب المسؤولية ولوجود الخيان إن أنا مش عارف قيمة السلاح اللي في إيدي في يلا جالك خبر اعمل شير أو اعمل لايك أو ابتدي إنقله حتى في المحيط اللي أنت عايت فيه وبتدي يحطه على صفحتك وبتدي إنقل الخبر المغلوط ده ما بين الناس سواء بقى كانت معلومة تخص الوطن والله إذا لو تخص إن المياه حتقطع في الشارع وإنت مش متبين منها شوفي الربكة اللي حتعملها في الشارع قدي طبع فبالتالي أي حاجة بنحطها على صفحاتنا تكون مش مزبوطة وما فيهاش قدر من المصدقية وما فيهاش مسؤولية التحري أنا وظيفتي إيه إيه الفرق ما بيني وبيني الجهاز اللي أنا شغالة عليه إن أنا ربنا داني مخ أفكر بي الجهازنا ما عندوش مخ يبقى أنا لازم أختار الحاجة اللي أنا بحطها على صفحتي علشان يكون عندي أبعد عن خيانة الأمانة لو إحنا بنعمل ده عارفين إن فيه خيانة للأمانة وأنا بشاير على صفحتي على الفيسبوك يبقى أنا هنا هبتدي أتحرف الحاجة اللي أنا بحطها طيب خيانة الرجل والمرأة أنت قلت كلمة رائعة في العالم الافتراضي ما هو عالم افتراضي بلا مشاكل الناس بتخلص مشاكلها وبتخلص خناقتها وبتخلص كل اللي وراها والعيال واموهم وابوهم والطبيق وبعدين نروح بقى للعالم الوردي الافتراضي لو سواء الست سواء الراجل سواء الشخص هم سميه الشخص اللي رايح على العالم الافتراضي ده لحظة إن ده افتراضي افتراضي يعني مالوش وجود مالوش واقع أعتقد إن هوا حيرجع تاني يعني حيرجع مراحل اللي ورا هم الشكل ده من الخيانة موجود طول العمر من أول التليفون بسلك اللي كان بيلف في البيت ده كانوا ياخدوا التليفون بس كان بيتقفش يعني يعني السلك يشوفوه ماشي على أني هضة فيعرفوا يجيبوا التليفون مين لكن دلوقتي التليفون ولا بقى سلك ولا بقى صوت ولا بقى أي حاجة خالص سايلة سايلة وتقدر يعني زي ما أنت عايز وهايد اللي أعمل كمان خبي الأبليكيشن وخبي الحاجات اللي بتجيلك عليه النتفيكيشن والكلام ده كله فالموضوع كله بقى سهلة قوي 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 كل ما كانت الدنيا سهلة كل بقى هنا ما أنت كله هناك بما فيها انضحة أنت تربيت على إيه هقولك على حاجة هيني وأتمنى أنها ما تسحعلش الناس مني بس أنا دائما بقول إيه بقول إحنا اختزمنا فكرة الست الكاملة في الست أمينة في سلسية نجيب محفوظ طب هي الست أمينة شافت إمن الدنيا عشان نوصفها بإنها امرأة كاملة وعقلة خرجتش من باب البيت يوم ما خرجت سلسات طريق اتطلقها يعني العقاب كان في منتهى الشدة وفي منتهى السرامة لكن البني آدم بقى اللي بيختبر في الحياة اللي بيبقى زي ما عليش اسمح لي أقولك اللي بيداعك في الحياة هو ده لنا أقدر أحكم عليه وهو ده الرسالة اللي احنا جايين بيها ما كان لسا الدكتور بيقولك بيقولك الملايك ما ربنا لو عايزنا ملايكة ومدسعين وحلوين وبنسمع الكلام كان قادر يخلقنا كده لكن ده خلقنا وقالها ما تقوى حطينا نص نص خمسين في المئة خمسين في المئة هتعمله ايه في الحياة دي هتعمله ايه في المغريات دي فكل واحد فينا وبيفتكر اه صحيح ما حدش شايفك انت وجهازك مهما خوفوك وقالولك تجسس ومش عارف اين بس في النهاية ما انت يعني عشان يتجسسوا عليك لكن في النهاية في ربنا شايفك في انت نفسك قدام نفسك وانت بصص في المراية شايف نفسك ازاي ما انت بعد ما قفلت او بعد ما يعني عملت كل اللي انت عايزه والموضوع عشان سهل بيجرجر بيخليك تروح في سجدك تقول ده انا الاول ايه ده انا هتكلم بس ده انا مش عارف ايه بس طب هنفتح الكاميرا بس ده ما عارفش هيحصل ايه بس وبتلاقي نفسك رايح في سجدك ما بقتش فرقة فلو يعني الزنب اللي بتاخده علشان حاجة زي كده دي ما تستهيبش ممكن يعني هالبعدات الحديث ممكن بيكون شايف او هي شايفة ان يا دكتور شايفين ان السعادة في ده هو شايف ان السعادة في ان هو يتكلم مع الشخص الفلاني او هي تتكلم مع الشخص الفلاني لان لما بيجي الزوج او الزوجة بيعودوا يتكلموا مع بعض بيتخنقوا مع بعض او بيتفقوش مع بعض فشايف من الطرف الاخر ده اللي افتراضي شايف منه السعادة شايف منه الهدوء شايف منه الحاجة الحلوة اللي هو مش شايفها شوف فيلم شوف فيلم يعني وزعني يعني بالمنطقة لا سمع كلمة كويسة أنا بقولك بمنطقة الأمانة بيسمع كلمة ما بيسمعهاش من زوجته بيسمع أسلوب معين في الكلام ما بيسمعهاش من زوجته فهو ابتدى يعيش في الخيال دوت ويعيش مع الشخصية دي إلى أن بقى ابتدى عاوز يشوفها وعايز يكلمها وعايز يخرج معاها وعاوز 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 هو يوم ما هيشوفها فهو حط في دماغ وهي حطت في دماغها ممكن تطلع وحشا إن هو يوم ما يشوفها وحيخرج معاها تطلع أمر وهو حيطلع أمرين لكن يوم يبقى في حياة حقيقية بقى ننزل من عالم الافتراضي ده ننزل على الأرض ونعيش الحياة اليومية بصعوباتها وصعوباتها وصعوباتها لأن إحنا في كبد إحنا موجودين في كبد فنعيش الصعب ده كله ويبقى عندنا كل المشاكل دي هنا هتلاقي إن واحد زي اتنين زي ثلاثة إنت مش قابل مراتك وشايف إن هي مفيش فيها إصلاح وإنت مش قابل جوزك وهو مفيش فيه إصلاح ربنا أدانا الحل خلاص شوفوا حياتكم الحقيقية الواقعية لكن اللي هو نص مجاوز ونص خيانة خلاص ليه لكن أنا شايف إن الحلول اتقفلت معي طالما أنا مستمر يعني فيه أمل طالما أنا مستمر يبقى لسه فيه فرصة هناخد الأمل منك ونروح لدكتور شريف دكتور شريف النهالة كلمت عن المسئولية برضو يعني محيطة بالخيانة حطها في إطار المسئولية نعم واتكلمة الإخلال بالمسئولية بيؤدي لحاجات كتيرة جدا نعم طب أنا عايز أدخل بقى في الدهليز معاك بقى وحناخد عن الخيانة احنا بنتكلم في الموضوع دو لإنه موضوع مهم جدا وشائق جدا وممكن الزوج والزوجة عاديم بيتفرجوا علينا دلوقتي كل واحد منهم عاوزنا نتكلم باللسان حاله يعني عاوزنا نتكلم باللسان حاله ونقول إيه الحكاية اللي بتحصل دي نعم الزوج بيخون وحنقول الزوج ممكن يكون بيخون إيه السبب الرئيسي اللي يخلي الزوج يخون زوجته إيه السبب الرئيسي اللي يخليه عاوز يتكلم مع واحدة تانية أو يقعد مع واحدة تانية أو يخرج مع واحدة تانية أو عاوز يتجوز واحدة تانية أو يكون على علاقة بوحبتك بلاش الزواج لأن الزواج ده أمر شرعي ماشي لأن الخيانة الخيانة أمر مزمو وأنا بقول لحضرتك في أزواج بيشوف وحده عشان بساعات بيتبقى الزواج زريع عليه أنا عايز أتجوز طب إحنا إيه السبب الرئيسي اللي بيخلي الزوج يخون هو الخيانة في السوشيال دي أقرب حاجة دلوقتي للناس لأنها طبعا وقعت في بيته مصطور خالص محدش شايفه غير ربنا سبحانه وتعالى فبقى يستسهلها يعني فهي الخيانة انتكاس أخلاقي وفيها أمر سايكولوجي برضه نفسي أنه هو بيجذب كتير فيها وبيتجمل وبيذكر ما ليس فيه سواء الطرف الرجل أو المرأة تمام وهو ناسي اللي بيكلمه ده أصلا ممكن يكون واحدة ست وراجل بدل الست وبتتكلمه على أنها ست يعني شوف حضرتك هو هنا انتكاس أخلاقيا ليه بقول انتكاس أخلاقيا يا ساي زيني لأنه عارف ان ده حرام وعارف ان ده غلط المقاصد بتاخد حكم الأعمال برضه يعني إيه لو أنا هعمل عمل كويس يعني واحدة عايزة حلال يبقى لازم تطرقه الباب حلال مش تلصص وتجسس وتحسس ما ينفعش لازم ان انت تطرق الباب الحلال فانت زى كنت انت زى ما حضرك قلت كده بحوج الزواج طب هو الزواج طريقه انك تخبط على الشباك ولا فيه وقت تلبيتها من أبوابها فهو في الأول انتكاس أخلاقي انت هنا فقدت أخلاقك وثم فقدت إيه إيمانياتك طيب فالأسباب هنا لما اجا أقول على أول سايو لازم أقوله ان انت مريض ده مرض مرض نفسي يعني انت هديته للاضطراب النفسي ليه ليه أستاذ هاني أصلا لما حطت أسباب هو هيقول آه أنا عندي الأسباب دي يبقى أنا هديته زريعة زريعة لا الخيانة خطأ ما تسببها ليش ما فيهاش أسباب ولذلك بعض بعض العلماء تطرقوا ان هي أصلا ممكن تكون في طبعك وانت لا تدري ما هو السوشيال كشف أمراض موجودة عند الناس ما كانوش يعرفوها ولذلك ما بيخلاش منها حد ممكن واحد يكون زو مركز مرموق ويعمل حاجات بتاعتها لزغيرة هو في حياته ما بيعملهاش لكن لما جاء له السبيل انتكس يبقى انت كان عندك رواسب وما كنتش تعرف طيب الرجل والمرأة إحصائية بتقول ان التسعين في المية من اللي بينجارفو وراء الانزلاق في الخيانات الإلكترونية خاصة والخيانة عموما رجال مش النساء لان اصل النساء أساسها من خلقة ربنا ليها على أي دين ان هي أمانة عند نفسها واخد بالحضر ان هي طبعا بتخلق لها حياتها هي أصلا بتخلق المفروض تحافظ على نفسها لان هي بكر واخد بالحضر ان هي بتخلق بكر فالبكر ده حفاظ أمانة فهي مخلوقة على الأمانة ومخلوقة على الحفاظ على النفس فتلاقي ان انجراف الرجل أكتر ليه لان مش هيسيبه قازة قوي زي ما تصاب المرأة تمام تمام فلما اختلى ظهرت الأمراض اللي عنده دي فلذلك أنا بقول انت لما دخلت تعمل انت عارف ان ده غلط وعارف ان ده نقد للعهد اللي بينك وبن زوجتك ايه العهد اللي بينك وبن زوجتك الصراحة والوضوح عارف حضرك الكاذب في الزواج يفسخه يعني لو واحد عنده مرض وتزوج وبعد كده الزوجة اكتشفت او اهلها من حقهم شرعا ان هما يقادوا انه خبع لهم المريض ويفسخ العقد مع احتفاظها بالحقوق كذلك هي لو اخفت عنه امر مرض او غيره وعرض ذلك على القاضي ممكن يفسخ العقد يعني مش طلاق دي بقى العقد اصلاق ظنه ما حصلش مع الاختبار ظنه مخطوبة وتاخد حقوقها لان كان التدليس منه هو تمام فهو النهاردة نقض العهد اللي بينه وبن زوجته لما تلصص على اخرى بطريقة غير اخلاقية وغير شرعية طيب دايما دايما اقول للطرف الراجل اولا لان هو النسبة الاكبر ودي حقيقة دازل نواجهها يعني دايما بقول له ضع نفسك مكان الطرف الاخر لان الاسلام سوا انا بتكلم كو راجل مسلم وبتكلم في مجتمع فيه المسلم وغير المسلم طب حسأل حضرتك الدكتور هل الزوج بيقول انا باخون ممكن يكون السبب من احد الاسباب هو الدافع الجنسي هل ممكن يكون يقولك انا راجل وليه الحق ان انا اتجاوز واحدة واثنين وثلاتة وانا بشوف ممكن اتجاوز واحدة او اثنين او تلاتة من خلال انا بعرفهم دول فأنا ليه الحق إنه نعرف دول يعرفهم بالغلط ولا يعرفهم بالسهول هو بيبرر لنفسه أنا عايز أعرف دي عشان قد أنا حتجوزه هنا بقى تبرير مش سبب ليه؟ لأن السبب يلزم من وجود الوجود يعني مثلا عسابين مثال واحد زوجته لا تنجب نش حاول إن فيها إيه تقصير لا مش مقصرة لكن لا تنجب ده سبب فعايز أتزوج عشان إيه؟ سبب عشان الإنجال خلاص إنما التبرير بقى ده اللي بقى فيه ممطلة إنت بتبرر لنفسك الغلط إزاي؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثال جميلة لما قاله أحد الصحابة وهو لسه بيعطانك الإسلام فقال له أنا موافق على كل حاجة بس زن لي بالزنة أنا عايز علاقات غير شرعية فسيدنا ناب كل بص سيدنا تنمية البشرية بتاعت سيدنا ناب كل قال له أترضاه لأختك بس ليه ما بتحطش نفسك مكان الطرف الآخر؟ إنت ترضى زوجتك تعمل كده دمه يغلي طب ما هو نفس القصة والعقاب في الإسلام فرق؟ لم يفرق نسي ده كله ولذلك بقوله أنت عندك اضطراب نفسي عندك انتكاس أخلاقي لأنك لو عايز الصح أول حاجة هتقعب معها هي شوفت الأستاذة قالت إيه؟ قالت إيه؟ في حل مشكلة يا أستاذة في موضوع الحل ده عارفها إيه؟ الساعات يقولك لأ أنا مش هادة تطلقها وهي تقوله أنا مش هادة تطلق يبقى هنا يعني رغم أنه بيعمله يعني هو بيعمل علاقة غير شرعية أو اكتشف أنها على علاقة غير شرعية طب أنت عادة معاه ليه؟ ما تنفصلوا كحل قالت الأستاذة مثلا لا مش عايزين عايزين يفضلوا على الغلط؟ فده نفسي إزاي تعيش على الغلط أما أنت مش عايزها أو أنت مش عايزها وكمان عايزين حاجة مش مشروعة يبقى ده نفسي أمر نفسي إزاي رديت إزاي النفس السوية ردت بذلك طيب هنا لابد من وقفة في ملء الفراغ لأن من أسباب الانجراف للخطأ عموما سواء مخدرات سواء نسأل الله السلامة خيانة الوطن أو غيره انت جبت الوقت ده منين؟ انت عندك وقت للدرجة دي الناس بتشتكي من قلة ذات اليد طب انت عندك وقت تعمل الخطأ أو قاعد بالساعة والساعتين أو قاعدة بالساعة والساعتين ما انت ممكن ده السوشيال ميديا فيه تجارة دلوقتي يعني ممكن تتربح منه من طريق أو آخر والستات في البيوت فيه ستات شطرة خالص عملت مشاريع وبقت نجحة جدا 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 وبقت تتواصل مع شركات كمان فهنا طب انت سايب السبل الطيبة وروحت لسبيل خطأ لا اعرف بقى الفراغ ده جاي منين؟ بالإضافة ان احنا في عصر احنا في عصر يا سيزاني أجدادنا سبحان الله لو شافونا هيقولوا انتوا ازاي عندوك الامكانيات دي وبتعملوا اخطاء ازاي ما كانش عندنا امكانيات يعني على سبيل المثال الزوج والزوج احنا خلاص بقى يعني خيانة العظمة اللي هو المساق الغليز يعني لو احنا شركة في شركة نفضه وتخش شرك مكانك انما مساق الغليز الزوج والزوجة وبقى فيه اولاد دي اكبر خيانة خيانة الزوجين فالزوجين زمان كانت حلولهم اقلب كتير يعني لو في ضعفة في العلاقة لو في ضعفة في المشاعر ما عندهمش ثقافة ما فيش تعليم زي دلوقتي يعني ما بيعرفش مش لبق الزوج مش عارف يكلم زوجته الزوجة مش عارف يتكلمه مش عارف يتتودد لي زمان الناس البسيطة بس البسيطة دي احنا رفعنا سقف وطموحات الناس بالامكانيات بالعكس الامكانيات ما خدمتش الناس ما هم هيقولولنا كده خج علينا الراجل مش عاد يا عمرات عشان شايف واحدة حلوة بتغني وبتمثل فهو عايز اللي في البيت تبقى زي اللي في التلفزيون يقدر يخليها يقدر يساعدها هي بتروح يا برضو زوجة وقوموا على فكرة ومش قاعدة تطولي نهار بالشكل ده وهي تساعده خلي بالحضراتك يا أستاذة سبحان الله ربينا قال في القرآن لا تسألوا عن أشياء انتوب دلكم تسوقكم وقال لسيدنا النبي كلام عظيم خالص قال له يلا تمدن عينيك إلي ما متعنا به أزواجا منهم أنا مليش دقى مراد غيري مليش دقى مش حكتي وكزالي جي الزوجة هو دايما بيدغل بنسال بالراجل سيقى على الشاشة مش مراد غيره مش مراد غيره مش بتاعته مش مراد غيره أو مش بتاعته بص في حاجتك هي حاجتك دي لو أنت عندك إخلاص وأمانة لو مقتنع بها بقى من الأول وده بقى يرجعنا بقى الأسباب العلاقة من الأول إحنا بنجوز إزاي ما هيقول لي كانت كويسة وانتكت لو هي لا لو هي ما بيشوفهاش بالشكل بيشوفها بقلبه طب أنا حاخد بقى نهال وهروحك معاك في حتة برضو إحنا تكلمنا عن الزوج والأسباب اللي بتأدي إلى الخيانة وهي ممكن يكون التراب نفسي ممكن يكون عنده حاجة جنسية وهو إشباع جنسي وعايز زوجة أخرى أو عايز واحدة تانية طيب ده الزوج هنتكلم عن المرأة بقى عموما وليه إيه الأسباب اللي بتخلي المرأة تخون هل عشان المرأة عاطفية جدا محتاجة الكلمة الكويسة محتاجة الاحتواء محتاجة الاهتمام ومش تلاقيه ده من الزوج فبتبتدي تشوف ده من حد تاني فبتبتدي تنجرف إليه وتنجزب إليه وتحس إنه هو ده كل حياتها هو كل ده ليه بيملك كل فراغاتها أنا حضيف بس نقطة على الرجل وحرجع ليك على المرأة كان دكتور شريف بيقول إن إحنا فيه التبرير أو فكرة إن أنا ذكر فالمرأة عندها اللي بتخافها عليه أه المرأة بتخافها عليه فعلى على نفسها من وهي يعني هي نشأت على كده عشان هي نشأت على كده لكن الرجل لأ هو ده المبرر إحنا بديه للرجال عشان كده ما تستغربوش نفسين في المئة من الرجال خانين هو مش حاسف إن التهمة ملتصقة بيقوي إحنا دايما أخوكي يعمل اللي هو عايزه لكن إنتي بانت امشي بصي في الأرض دايما إحنا برضو بنربي في بيوتنا على إن فعل الخيانة هو فعل انثوي مش فعل ذكوري ولو إن الخيانة لا تفرق ما بين رجل وامرأة حقيقة إن عقوبتها في الدين واحدة إحنا عندنا أفلام حربت علشان فكرة إن الزوج لو شاف زوجته بتخون يقتلها يطلع براءة لو الزوج عملت ده يعني تاخد عقوبة ويمكن تتشنق فيها وعندنا أفلام حاول التعالج ده من يمكن 40-50 سنة وإلى النهاردة إحنا زي ما إحنا والقوانين هي هي والمجتمع كله بتغير وما زالت العقلية هي هي ليه؟ علشان المبرر إن أنا ببرر للراجل أنا كنت راجل ما يمسكش حاجة لو عرفت إن الزوج خين حتستجدعه وحتستلطفه وحتقول علي آه الراجل ده ما قطع سلمة كوديلها ده كويس قوي لكن لو ست خينة كلنا حنمسك مئة ألف طوبة وألف حصة وحنرجمها بيها لا إحنا بنساعد المجتمع دلوقت إن نعمل الاتنين سواد لإن الضرر على المجتمع مش عالقش خاص واحد لإن الفساد الرجل فساد للبيت كله يعني إحنا بنحاول دلوقت نسقف الناس ونفهمها إن مفيش حفارق بين رجل وست في الخطأ ده أم حاجة سواء ما حاجة لما نشيل المبرر لما نشيل المبرر لأ إنت كمان يعني من شام الفاجر إذا أقتمي نخان نعم فإحنا لو ربناهم على إن إذا أقتمي نخان وإنت فتى أو فتاة يبقى أعتقد الأمور حتتغير بنا كتير الرجل على الأقل مش هيشوف نفسه إن هو مش غلطان قوي لهو بيكلم واحدة أو بماشي مع واحدة أو بليه عنده علاقة بواحدة مبررات بقى ست إنها تخون ليه مبررات يعني هو بس مفيش مبرر للخيانة مفيش أي مبرر نحنا ما بنبررش الخيانة ولكن هي الأسباب بتقولك أنا عملت ده عشان كذا 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 أنا كلمت واحد وعرفت واحد عشان جوزي مش مهتم بيا ما بيسألش علي مش مديني وقت مش مديني فراغ مش محتويني بمعنى أصح الخيانة مبرراتها عند الست هي هي نفس مبرراتها عند الرجل هو حاسس بالفراغ هي حاسة بالفراغ العاطفي هو حاسس بالفراغ العاطفي هي عندها مثلا نوع من أنواع السلوك المنحرف هتلاقي برضو إن فيه رجال عندها نوع من أنواع السلوك المنحرف ست على نياتها وحقدر إن هو يعني يكتذبها أو يجرجرها أو حاسة إن مشكلة ان احنا عندنا نوع من عنواع الغرور والانا كلنا شايفين انا اكبر من الخطأ انا اعمل ده مش ممكن اعمل ده بدليل ان حتى اللي بياخد مخدرات ويقولك لا ده انا اخده وقفها بكرة بمزاجي اللي بيشرب سجاي ويقولك ده انا لو لو ميت السجارة ده الوقت مش حاجة اشربها تاني احنا ما عندناش اعتراف ان في خطأ وفي سكة غلط انت ماشي فيها فممكن نقول انها على نياتها شوي وحد ده ادري هتلاقي برضو فيه في الناحية التانية مش كل الرجالة شاطين يعني فيه برضو راجل فيه ست ممكن تقدر تجرجل وممكن انها تاخده في حاجة تانية في حد بيحس انه ده بيكمله هو مش حب بقى ومش اي حاجة لأ بيدفله حاجة يعني اقولك الحاجة فيه ان انا الهدف بتاعي الراجل المتجاوز او الهدف بتاعي الست المتجاوزة الحاجة اللي في ايد الغير انا بس ان انا انت زعت الحاجة من ايد الغير وبقى امتلكتها وبعد كده انا مش عايزها وده برضو نوع من انواع الانحراف السلوك اللي بيكون موجود عند يعني البعض الخيانة لو فتحنا لها الاسباب وفتحنا لها المبررات حوجد اسباب ان انا امشي في الشارع اكسر اشارات المرور اصل الناس بترمي في الشارع فانا كمان حرمي في الشارع الناس ما بتحترمش الاشارات انا كمان مش هحترم الاشارات هلاقي مبرر لخيانة الوطن هلاقي مبرر لخيانة الشغل هلاقي مبرر لخيانة الاولاد الام والاب بيخون ولادهم لما بسمحهمش لما مدهمش من وقتي لما مهتمش بمشاكلهم لما تفى وسطح فالهم بيقولوه لما اكون انا ما بصرفش عليهم كويس لما تخاني معموم فاسيبي اللي قال وما ليش جاوة بكل دي انواع يعني كل دي خيانات احنا بتحصلوا وبنشوفها بس هننشوفاش خيان طب هناخد كرمة ونشوف كرمة هتقول ايه كرمة فضالي مساء الخير سانظر يا فانديم انا ليعكب زغير قولي انا عملا ربنا عليكم ما لاشي احنا اسفين يا فانديم فضالي نعمل يومكم زيكين ايه اللي عملا ايه الحمد لله يا حبيبة قلبي عشان يموت ربنا يخليكي ريا عطرة حفيف قوي ريا هتقول عليكم فضالي فاندي انا يعني انا متجوزة ومعي جوزي يعني يتكتب كتير على الفيس بوك وكنا متفقين اللي محدش يخوني تيني ويعمل اي حيجة من ورق سامين اه يا كرمة كميني كميني سامين بس ومعتي كده الملقيته بيتكلم مع حد كذا حد يعني وتأكد قلت له اللي انا هعمل زي ما انت عملت بالزبط قال لي طبعا انا راجل وانا انا لازم اعمل اي حيجة وانتي ما ينفعش اعملي كده قلت له قلت له لا ليه الخط اعمل اي حيجة زي ما انت عملت وفعلا اتكلمت وقابلت كمين يعني كده وعرفته اللي زي ما انت خونتني انا ممكن اخونك غلط هو عمل الغلط حضرك ما تعالجهوش بغلط لا انا كنا متبسقين اللي يعمل حيجة الثاني ممكن يعمل زي طب انا هتقالك سؤال يا كارما لو هو قتل كنت حتقتلي لا كمعا بس انا انا كنت بهرب وماكنش بجاز هو كان الكلام ده كان بيعمله بجاز بس انا عرفته اللي يقدر يعمل نفس الكاز ايه عايزة شرابين نفس الكاز ايه عايزة تدوئي نفس الكاز اللي دواقولي يا وريتينه اللي انت ممكن تقداري تعملي ده اه ممكن تقداري تعملي ده في الاخر اللي كنت بتكلمه ده كان خد صحتي اول كنت متفق معي اللي نعمل كده عمشان اقدله ده انا كانتش حاجة حياية مع ذلك ايه بقى انت كده ريحتين عشان انا كنت هبقى زعلانة عليك انت سيبك منه هو خالص بصي سيبك منه هو خلاص هو بني ادم خطاء هو بني ادم وحش هو بني ادم خاين غلط خلاص لكن انا البني ادم الغلط ده يلوسني يخليني يصب بغلطه في كاسي لا انا كاسي انقى واطهر من ان انا اي ان انا قدنسها عشانك انت عشان ابقى راسي براوسك نبقى احنا الاتنين خانين زي بعض لي فانت كده تمنتيني ان انت مش كده كرما ليه سؤال عندي ليه سؤال عندي حضرتك ليه سؤال عندي حضرتك انت دلوقتي عرفت انه هو خاني بمعنى اصح انه هو عرف واحدة غيرك او بيتكلم واحدة غيرك رد الفعلك كان عليك يعمل ازاي وانتي استقبلت الخبر ده ازاي وحاولت يتعالجي ازاي وهل لو خانك مرة تانية او عرف واحدة تانية بعديك او تكلم واحدة تانية ممكن تتصرف اللي انت ممكن تتصرفيه لا طبعا هو كان صعب علي قوي واي حد جرب ومر بالحكاية ديان طبعا كان صعب قوي وصدم بس فكرت وقلت لا انا مش هينفع ان انا اطلب الطلاق على طول وانا اعمل اي حاجة بس انا لازم اورد له ده بس انا فكرت كتير وقلت لازم اعمل كده وفعلة ان نفرت مع حد صحبي يعني معايا في الشغل وانا اتفاقتي معي لانا هنعمل هنشوار جوان ما بعد طب لو عامل كده تانية هتعملي ايه لا طبعا لو عامل تانية هو بس البناتة من اللي بيعمل الخطأ مرتين يبقى يعمل اي اذا مرة تمام تمام انا قلت له اتفاقتي معي مع صاحبك ولا مع هو مع هو بقى قلت له خلاص انا نسامحين وكده وقال لي خلاص انا مش عامل كده تانية طب هو قالك هو عامل كده ليه كرمو هو عامل كده ليه قلنا عامل كده علشان انا برضو ما كنتش عطي له وقته اللي احنا كنا نتكلم مع بعض كل واحد بيعمل على كنبة وبيبقى نسك الموبايل حال بيلعب ما كنوش عاكين لنفسنا وقت هو طبعا حد تتكلم معاه وهو ماشي في الطريقة عشان كانت بسهولة يعني حاجة سهلة وانا تعلمت من الغلط دون برضو كتعلمت اللي انا كنت تعودوا على نفس الكنبة بعد كده في سؤال بس في سؤال يا سيدة كارما هو حضرك وقلت انك سمحتية هو عارف انها كانت تمثيلية ولا هو برضو سمحك على انه خطأ حقيقي لا هو قال خطأ حقيقي يعني هو عارف انه خطأ حقيقي ما قلتلوش دي كانت تمثيلية ما قلتلوش انها كانت تمثيلية ما قلتلوش ما فاهمتوش انها كانت تمثيلية اللي حضرك عملتية لا فاهمت طبعا هنا بقى فيه هنا فيه نقطة بقى طبعا انا بشكر حضرتك على روحك السرحة ومعانا بتكملي بقيتلي الحلقة شكرا لك حضرتك هنا في جزئة مهمة دي مهمة جدا بقى انا عايز اسأل حضرتك فيها احنا قدامنا اربعة دعية ولكن حاسأل حضرتك لو الزوج عرف ان الزوجة كانت على علاقة بحد او شاكك ان الزوجة على علاقة بحد وابتدى يهددها عايزة تنفصل وعايزة تطلب الطلاق بتقول لها انا عايزة مش قادرة اكمل معاك وعايزة امشي وقال لك لا انا هاتي ولادك وعادي معايا وحطي ولادك وانا عايزة اسأل وهقول قدام ولادك اللي انت كنت بتعرفي فلان الفلاني او بتعرفي فلان هل الزوج في الحالة دي هل هو يعني معلش يعني محترامي هل هو في منتار رجولة انه هو يعني ابن الوضع دوت انه هو يقول لها خلاص خليكي مع الولاد وخليكي اعدى وانا مش هقول حاجة بس خليكي موجودة ولا كان المفروض انه هو لو عرف ان هي على علاقة بحد تاني وعنده الدليل القاطع كان انفصل عنها في نص دي انا مش هفرق يعني هو لازم يعرف خطأه جاي منين ويسمحها زي ما سمحته مع كامل احترامي لكن الواقع غير كده الواقع الست بتسمح لكن الراجل الراجل لا لو عرف ان هي يتحقق ان هي خينة فعلا ما بيسمحهاش طب لو سكت بقى هو عن موضوع دي بقى لو سكت لا في بقى في الاسلام انه يعفض لانه خطأ وانت ليه بتقباله على نفسك وبتقباله ضد يعني بدأك يعني تقباله ان انت تسامل خطأ ولا لأ مع كامل احترام هي ولذلك بقول لحضراتك لازم بيحط نفسه بكانها لكن بس في رسالة في القدس دي ايه برضو ان الست متعاملوش بنفس المعاملة لان فعلا كم الدرر الواقع عليها هيكون اكتر منه لان سمعتها مش سمعت زوجة بس سمعتها سمعتها وسمعت اهلها خلني بالحضرتك والعواقب اذا حصل التطور هي مش قاد يعني هي النهاردة اخترت انها تعمل شات فقط ممكن العاقة تتطور هي ما تضمنش نفسها لا تتبعوا خطوات الشيطان جات خطوة مع خطوة ممكن تقع في الحرام وبعد كيها تبقى العاقبة وخيمة أكثر فبنحظر السيدات نهالها تنجرف وتحفظ على فترتها لفترة الأمانة الطبيعية نهال في نص دقيقة حظر الرجالة لا ينجرفوا لا ينجرفوا للخيانة لان هما كمان عندهم اسماعيلة لازم يحفظوا عليه لان هما ده الاشكالية يا دكتور ان احنا بنعامل وبنفهم المرأة انتي اللي خليكي عقلة انتي اللي خليكي كاملة انتي اللي تسامحي انتي اللي شكتك تغيلة انتي اللي تنصح الرجالة بايه ما بتدينيش من وقتك كذا انتي بتعملي كذا منشغل عني كذا واحد اتنين تلاتة يا بنت الناس انا الحاجات دي لو ما عملتياش انا قلبي حينصارف عنك او انا حبتدي شوف سكة تانية عملت كنا بيه ما عملتش كل واحد بقى يروحي يعني يشوف حياته اتشوفها في شكل تاني افضل الف مرة من كذا بساعة يزاول حاجة هيني معلش في ربع ثانية ان في نوعين من المشاعر لازم نفرم بينهم كويس قوي النوع الاولاني ان واحد راجل يكون حب فعلا ايوة او ساتة حب فعلا ما هي دي بقى النقطة اللي عايزين لها حلقة تانية نتكلم عن الحب بالضبط لان فيه فرق كبير ما هيكون معنا دكتور شريف برضو عشان نتكلم عن الحب بقى ما بين الحب ما بين الحب وما بين الخيانة الخيانة التعبدية وده من ده وده من ده لكن بقى دي قصد هنتكلم عن الحب المرة الجاية بشكرك نهال بشكرك دكتور شريف وان شاء الله على امل وعد بقى نكون في حلقة جديدة ان شاء الله مع بعض ونتكلم عن الحب بقى ان شاء الله ماشا دكتور ماشا نهال طبعا عزاني مشاهدين في نهاية هذه الحلقة لا ساني انا اتقدم بالشكر لحضراتكم واتقدم بالشكر لضيوفي نهال علام دكتور شريف العماري يارب تكون الحلقة عجبتكم تكلمنا عن الخيانة هنتكلم عن الموضوع كتير جدا بتهم الأسرة المصرية عموما يارب تكون الحلقة عجبتكم والبرنامج عجبكم صالون الصحة والجمال ونتمنى نشوفكم قريبا ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال على امل وعد ان تجدد اللقاء كان معكم هاني الفراموي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته